بعد أكثر من ستة أشهر من تطبيق قرار سقر بغداد وفرضه على المواطن بصورة إجبارية وأخذ مبلغ 15 ألف دينار لكل ملصق تعلن وزارة الداخلية براءتها من المشروع رسميا وتؤكد أنه خارج عن القانون وإحالة الشركة والمتورطين إلى القضاء والنزاهة وهنا وبعد إعلان الوزارة تطرح تساؤلات عدة منها أنه كيف تنفيل داخلية المسؤولة المباشرة عن أمن المواطن علمها بصقر بغداد وإجراءات الشركات المسؤولة عن المشروع والمعلومات الخاصة بالمركبات وأيضا كيف تتبرأ الداخلية من المشروع بعد ستة أشهر من عمل هذه الشركات واستفائها مبلغ 15 ألف دينار من كل سيارة أين كانت طيلة هذه المدة ولماذا لم تحرك ساكنا هذه البراءة المتأخرة جدا تطرح استفهامات جديدة أمام أنظار المسؤولين في الوزارة وأيضا من سيضمن حق المواطن الذي دفع هذه المبالغ ولصالح من ذهبت هذه الأموال وهل يمكن إرجاعها له وما هو موقف الحكومة من المشروع وأين إجراءاتها الرادعة وموقفها الرسمي من الموضوع خاصة وأن محافظة بغداد علي التميمي كشف في وقت سابق للمدى بريس أن مشروع سقر بغداد جاء بطلب من مكتب رئيس وإجلس الوزراء حيدر العباده وعمليات بغداد واصف إعلان الداخلية بأن المشروع غير قانوني بأنها خطوة تثير الاستغراب واتهم من سماهم بمنتفعين بشن هجمات ممنهجة ضد المشروع واستخدام الملف لأغراض سياسية وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط يدفع مبلغ 15 ألف دينار ثمنا لشيء لم يعد محددا ومعروفا له سوى أنها قد تكون ضريبة لسيره في شوارع بغداد أو باقي المحافظات